لأننا الكبير الزعيم عاد الإمام عمل لنا من كام سنة فيلم اسمه ايه؟ اسمه التجربة الدنماركية انا مع الاحترام والاعتذار للزعيم عايز اغير اسم الفيلم الى اسم في الواقع اسمه التجربة اليابانية التجربة الدنماركية كانت لها يعني شكل عند عاد الإمام لكن التجربة اليابانية هي التي تصلح لتكون تجربة حياة في هذا العالم دولة خارجة من الحرب العالمية بالشكل اللي انتو شفتوه مدينتين دمرتا بشكل كامل واجيال تأثرت بسبب الاشعاع ومشاكل القنبلة النووية اللي ترامت عليهم احنا النهاردة هو بنتكلم على انه الرئيس بيلتقي رئيس جامعة هيروشيما جامعة في المدينة اللي اتدمرت في منتصف القرن الماضي وجامعة هيروشيما دي واحدة من اهم واكبر الجامعات على مستوى العالم عشان تعرفوا ليه انا بقول لكم في حاجة اسمها التجربة اليابانية اليابان زي ما قلت لكم بارح من دولة تقريبا بلا موارد مفيش موارد عملاقة ما عندهاش غاز ولا نفط ما عندهاش سياحة ما عندهاش اثار قوي مش دولة سياحية بالمقام المفهوم ومع ذلك من اهم الدول الصناعية ومن اكبر اقتصاديات العالم تجربة يابانية اليابان عندهم بوبوليشن عندهم عدد سكان كبير طبعا مثل الصين الصين محدش يعرف يجريهم لكن عدد سكان برضو كبير جدا ونجح اليابانيون بفضل الحكمة والرشد في ان يحولوا العدد السكاني من مشكلة وعبء الى ثروة بشرية فاصبح المواطن الياباني قوة اضافية للعمل والانتاج اليابان تتحول شيئا فشيئا من التمانينات والتسعينات لكي تكون الدولة رقم واحد الدولة رقم واحد في العالم في انتاج وتصدير التكنولوجيا والمعرفة والنوهاو اول كمبيوتر ياباني اول حاسب ياباني اول ساعة ياباني اول الحسبة ياباني اول ساعة حق اول اي حاجة فيها تكنولوجيا وانت مغمد روح ياباني وانت مغمد اول اي حاجة